طرحت وزارة الداخلية عبواد غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% مقارنة بمثيلتها بالأسواق ذلك بالمناطق الأكثر احتياجة بكافة أنحاء الجمهورية استمرارا لدور وزارة الداخلية الفاعل في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين أعدت منظومة أمان عبواد غذائية تحتوي على سلع ذات جودة عالية لطرحيها للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأكثر احتياجاً بنسبة تخفيضات تصل إلى 50% يا مصر يلي شمسك لا يمكن تغيب أنا جم التمالي ومنك قريب أنا أدي لك عينية وأدي المسئولية وشرطة شعب أتنائتنا واخدع الغريب في كل ليل بطل تمل شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجرها دي كانت زمان هو ملدي جيد تاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين وحبها من سين المنفذ له أسعاره يعني مش موجودة في حتة تانية ده حقيقي وخط اللي أنا عايزه كله كنا نشامل حاجات كويسة وحاجات أساسية وجودتها كويسة وسعرها كويسة كما تطرح المنظومة هذه العبوات عبر منافذ متحركة وهي سيارات تتوجه بها إلى الشوارع والميادين لضمان استفادة المواطنين من التخفضات بأماكن كثيرة على مستوى الجمهورية من خلال 1026 منفذا سابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية وموضحة على موقع الوزارة على الإنترنت وهو ما يأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن كريب أنا جنبك تملي ومنك كريب هندي لك عدية وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا إدنا وحدة عن غريب مبادرة جميلة ومتازة وفرت للناس كتير وأتبر الحاجة اللي معروضة بقال لي بنلص التمر كمان بنشكر الرأي عنه وبيتسمى بالناس الغلابة ربنا يخلي كلنا وسح يا مصر هكذا تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال المساهمات الاجتماعية والمبادرات الإنسانية وتوفير احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن كريب أنا جنبك تملي ومنك قريب أنا أدينك عينية وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا إدنا وحدة عن غريب في كل ليل بطل تمل شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجرها دي كانت زمان وبلدي جد تاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبتها من سيني في كل ليل بطل تمل شايل اسمها وكل ليل نشكر سياته الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة كلنا واحد ونشكر سياته لتوفير السلع الغزائية بأسعار رمزية في محافظة شمال سيناء تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر